غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة ألغت في جلستها المنعقدة الثلاثة قرار وضع الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي تحت رقابة القضائية الصادر منذ حوالي أسبوع عن قاضي التحقيق لدى محكمة القطب الجزائي والمالي الاقتصادي بسيد محمد وأمرت بإيداع بدوي الحبس المؤقت للتحقيق معه في قضية فساد عندما كان واليا على قسنطينا إيداع بدوي الحبس المؤقت كان على خلفية الاستماع له من قبل قاضي التحقيق بخصوص علاقته بتهم الفساد الخاصة بتظاهرة قسنطينا عاصمة الثقافة العربية خلال فترة توليه منصب والي قسنطينا وعدة ملفات فساد أخرى وهذا إلى جانب الوالي السابق للولاية حسين واضح وحسب الملف القضائي للمتابعة فالتحقيق مع الوزير الأول الأسبق شمل عددا من السفقات التي تم منحها بطريقة مخالفة للتشريع إلى جانب نهب العقار لفائدة بعض المستثمرين الوهميين وتعد هذه المرة الثانية التي يمثل فيها الوزير الأول السابق نور الدين بدوي أمام قاضي التحقيق الوظفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمال لسيد محمد حيث سبق الاستماع إليه يوم التاسع عشر سبتمبر المنصرم حول ملفات فساد بدوي شغل منصب والي قسنطينا وعدة ولايات أخرى قبل تعيينه كوزير للتكوين والتعليم المهنيين من سبتمبر 2013 حتى ماي 2015 وبعدها وزيرا للداخلية حتى سنة 2019 أين تم تعيينه كوزير أول إلى غاية التاسع عشر من ديسمبر من السنة نفسها